يا جرح الموادي الحزين قلوب رقصت على نار الحروب وعيوب باتت مجرحين وآنين وحانين ليوم الدين يا جرح الموادي الحزين أصدقاء الأعزاء وما زلنا نستكمل الكراءة من قصة على نار الحرب الكاتبة يارا مونير بعد قضاء الوقت الجميل والاحتفال ورحيل الأصدقاء والمدعوين جلس عادل على كرسي الأنتريه الذي يبدو عصريا وحديث أمام شاشة عرض الفضائيات وأمسك بالريموت ليبحث في هذا الفضاء وهذه الفضائيات موجها حديثه لسليم صديقه وهو يقول له قل لي يعني ايه مضمون القصة الجديدة دي مفاجأة بس هتكلفني مشقة ومجهود وأموال كتيرة جدا مستعد للمساعدة بأي شكل يعني مش عاوز مساعدة في الوقت الحالي مني ومش عايز كمان تقولي على فكرة القصة وعايزنا بات معاك اليوم وننصرف غدا كل من دونا لوجهته اي نعم كده طيب يا ابن الحلال سيبنا امشي دلوقتي ايه لازمتها بات معاك بعيد بتخاف مثلا اليومين دول لا يا ابني عايز حدي يقدمني عايز اتكلم معاك في كذا موضوع ونتحاور سوي قبل مشوار الصبح فهمت يا ابني وهعمل لك قهوة كمان علشان كلامنا يحلو آه شكلها كده هنبات من غير عشاء ولا تكون فاكر ان الترطة بتاعتك دي والحاجة الساعة بتصد الجوع وتشعر بالشب وبعد الأحاديث والحوار والعشاء والمشروبات ذهب للنوم استعدادا للغد حيث أشرك الصباح وأصبحت الساعة تقارب العشرة ونصف صباحا ويسير سليم في هذا الشارع الواسع ومعه كاميرته الخاصة يلتقط بعض الصور ومن ثم يوقف أحد المرة لسؤالهم عن شخص بعينه إلى أن صحبه الشخص إلى سؤاله وتوجه إلى مساحة واسعة من الأراضي الكبيرة جدا يحيط بها أصوار عالية وباب حديد كبير يبدو الطراز للبناء مختلفا تماما عن المدن وتراز المباني المعمارية ذات الطوابق العالية الكثيرة التي تحجب رؤية الأرض والمناظر الجمالية هذا بعد أن سمح له الطفل الصغير بالدخول بعد إنذار جرس الباب وهو يقول له مين بيرن الباب؟ أنا سليم وعايزة قابل أصحاب البيت بابا مش هنا جدته ينفع ماشي لو سمحت عايزة قابله ومن ثم فتح الباب الطفل الصغير وكأنه مدرب على هذا العمل وزال هذا الحاجز ليرى سليم طفل صغير جميل جدا عينان واسعتان زرقتان وشعر البني المائل للزهبي ورقته التي تؤكد أنه طفل مسالم جدا وهادئ جدا مد يده ليداعب هذا الشعر الناعم وهو يقول له من فضلك قل لجده إن فيه شخص يريد مقابلته واسمه سليم وإلى هنا انتهى الجزء الثالث أصدقائي الأعزاء ونلتقي لاحقا وتحياتي للجميع وحيد نجيء اشتركوا في القناة